مرحبا حضراتكو في آخر الفقرة والفقرة دي زي ما كنا بنقول بنتكلم فيها عن الكيجي أو بالعربي رياض الأطفال هنتكلم فيها عن إزاي ممكن من البني آدم هو لسه طفل صغير كده نقدر أن احنا نبني شخصيته إزاي نقدر نشجعه إزاي نقدر نتعامل معاه على أساس أنه في النهاية يكون شخص ناجح في حياته في المستقبل التربية من السن ده بتفرق جدا والتعليم في السن ده بيفرق جدا ممكن يخلي الشخص ناجح ممكن يخلي الشخص غير سوي في المستقبل فمرحلة صعبة جدا وسن بيكون صعب كمان ومهم جدا الواحد يبني فيه البني آدم بشكل سليم هنتكلم في الموضوع ده مع دفتنا بقى أستاذة رندا شهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم يا صباح الخير صباح النهو أهلا وسلم بيك وكل صباح لك طيبة ربطانيك الله أكرم وأروح معاك مباشرة لفكرة رياض الأطفال في حد ذات يعني زي ما نعمل بتقول أنه دي مرحلة بينابني فيها الإنسان بقى مش فكرة منهج تتدر بقى بينابني فيها الإنسان بشكل معاني وده اللي خلينا نسأل هل إحنا عندنا في مصر هنقول استراتيجية واضحة معاني استراتيجية بنقول أنه ما يتعلق بأركان المنظومات التعليمية في رياض الأطفال سواء كانت المعلمة أو سواء كانت المدرسية أو المنهج التربوي اللي بيتم فيه هل عندنا نقول استراتيجية كاملة لهذه النقطة وبنتباحها بقى وبنتقيمها وبندرسها وبنعدل فيها وكده ولا كما هو حال التعليم في مصر يختلف باختلاف الأزمنة والرجال لا الحقيقة يمكن عامة هو المفروض أنه فيه الخطة الاستراتيجية للتعليم في مصر الخطة الاستراتيجية للتعليم دي عبارة عن إيه؟ بتتناول كل مرحلة على حدة هتلاقي فيها جزء خاص بمرحلة رياض الأطفال ويمكن الحقيقة المرحلة مرحلة رياض الأطفال يمكن هي المرحلة الوحيدة أو يعني بالنسبة كبيرة يعني أن وقت الشغل من سنين سابقة حتى في الخطة الاستراتيجية السابقة لأنه كان فيه خطة استراتيجية سابقة خلصت تحطت الخطة الاستراتيجية الجديدة اللي هي بعديها وقت ما دا تحطت حتى في الخطة الاستراتيجية الجديدة ابتدنا نشوف إيه الحاجات اللي تم تنفيذها من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى ما اتطبقتش طب ما اتطبقتش ليه وبناءا عليها تم وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة الجديدة بعد قد أميتها أساسا الخطة الاستراتيجية الأولى كان عندك من 2007-2012 اللي بعديها كانت 12-17 دلوقتي خطة الاستراتيجية اللي موجودة للبلد مبدئيا كانت فيه 17-20 ومعمولة الخطة لطولة المدى حتى 30 دعا فكرة كل أجهزة الدولة يمكن احنا الجزئية اللي ما كانتش تم اكتملت تماما في الخطة الاستراتيجية الأولى هي نسبة الاتاحة في رياض الأطفال لأن وقت ما ابتدينا 2012 كان تقريبا عندي نسبة التحقب لرياض الأطفال كانت حوالي 11% على نهاية 2012 وصلنا تقريبا أو دلوقتي حاليا لـ 17 يعني احنا وصلنا تقريبا لحوالي 30% 30% من القصة المصري بدخلوا ردهم اه بالضبط طبعا هي هو على فكرة ده نقم يعتبر كويس ولا قليل لا هقول خدرك حاجة احنا لو قسنا على فكرة هو ده الحال تقريبا في كل الدولة العربية يعني الموضوع مش مصر لأنه هو الناس بتبقى فهم الجزئية دي غلط هو دايما يقوله طب ليه هو الدستور مفروض انه ينص على ان مرحلة رياض الأطفال مرحلة أساسية هي ليه مسماها طبعا هو يعني مصر كلها وكل الدولة تتمنى ان الدستور يجعل مرحلة رياض الأطفال من مرحلة التعليم الأساسي بس هي ليه مش من مرحلة التعليم الأساسي هو إيه السبب هي دي الجزئية اللي مش واضحة للناس المفروض ان كل طفل بقدم لو عنده أربع سنين اجي قدم ملفه لو هي بقى الزامية لو هي مرحلة التعليم الزامي بقدم ملفه ماينفعش اقوله ما عنديش مكان لازم اخد ورقه وبالتالي احنا بنشتكي الشكوى عندنا ايه في التعليم الابتدائي في المدرس الحكومية كسفات عالية لعدد كبيرة لانه هو حق فبالتالي هو كل من بيقوم بتقديم ملفه بيتم اخده ابرقه فالعدد بيزيد رياض الأطفال وقت ما ابتدنا فيها كان فيها جودة كانت طالعة المدرس الرسمية اللغات اللي هي كان اسمها المدرس التجريبي وبالتالي اول ما ابتدت كانت بدأ حاجة رائعة يعني ناس كلها كانت تقريبا هي دي كانت التجربة النكحة للغات في المدرس الحكومية عشان كانت اسمها تجريبي لمن سنين بس يعني لمن سنين اه انها بقلها بتحوالي 20 سنين اه ايام نحن يعني اه اه بزفت اه 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 حالية اما بتجربة تخيش يعني اه ايام مش موضوع انها انا هقول لحضرتك قبل ما يوسمها معصابة التعليم المصري اه بزفت انا هقول لحضرتك ايه السبب اه المفروض ان المدرس الرسمي اللغات دي كان من قوانينها الاساسية ان عدد الطلاب فيها 36 طالب وفي رياض الاطفال 36 طفل بداية منهم بحدة اقصى اه يعني اربعة كمان فيبقى اربعين اللي هي بيبقى عشر في المية حق للمحافظ وبرضه عشان ده بيفهم غلط بالناس بتفهم تقشيرة محافظ ان المحافظ دي دي تقشيرة على اي اسماء اربعة فيتخدوا لا اه يا متبقاش كده ده بيبقى عندي الكشف بتاع الويت انجليست بتحط فيه تنسيق بترتيب تنسيق ايه يا فندي تنسيق بتاع سن تنسيق للدخول يعني معلش واحد عنده اربع سنين انا عندي عدد محدد لا 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 خالص خالص انا عندي عدد محدد من الاماكن متقدم لي الف اوكي المفروض ان الالف دول هاخد منهم خمسمائة دي الاماكن الشغيرة اللي عندي ما هو الباقي هو فيه ناس بتدخل خاص هي دي الاماكن الشغيرة اللي عندي فبالتالي هنسقهم ازاي حضرتك مثلا عندك ابنك عنده خمس سنين ومسلا عنده ابنه عنده اربع سنين ما انا هقولك مبدئين عنده اربع سنين العدالة تقول العدالة العدالة تقول ان انا ااخد ابنه ولا ااخد ابن حضرتك ان شاء الله بمساوفاتك بالضبط عشان الساقة هو ده التنسيق ان انا بنسق حسب العمر بس احنا هنزيد المفروض ما يبقاش فيه رفض لأي طفل لان مش في مقدرة اي حد ان هو يروح لمدارس خاص ده اكيد وده احنا عشان كده يمكن من سنين من حوالي ست سنين تقريبا نتعمل بروتوكول ما بيننا وما بين وزارة التضامن الاجتماعي ايه البروتوكول ده حضرتك عارفة ان وزارة التضامن الاجتماعي بيبقى فيها حضانات مش رودة بقى لان اللي تبعنا اسمه رودة رياض اطفال اللي تبعهم اسمه حضانة الحضانات دي فيها احيانا اطفال بتبقى زي اماكن استضافة من 4 ل 6 سنوات اللي عندهم من 4 ل 6 دول حاولنا ان الموضوع يكون فيه شيء من ال يعني يبقى شيء ممنهج مدروس لصالح الطفل يعني ما يبقاش انه مجرد ما كان استضافها لا حبينا ان المكان ده ايه وصح الطفل يجي له المناهج اللي بتبقى في التربية والتعليم مش المناهج بمعناها انها مناهج تعليمية هيقرا ويكتب لا المناهج التربوية اللي بتخليه شخصية متكاملة ممكن طرق التعليم بداية طرق التعليم بالليجو بالليقعبات ده ده من ضمن ده بقى ده اساليب اللي نعر عليك بص ده استراتيجيات تعليم اوصل بيها اللي أنا عايزي تمام هو ده اللي بيتام فبالتالي البروتوكول ده قلنا فيه ان كل الاطفال اللي عندهم في الشريحة العمرية من 4 ل7 سنوات في الحضانات اللي تبع للتضامن الاجتماعي خلينا ان يبقى المكان لازم طبعا يكون قدامي لازم يكون امن مش رفعين السقف قوي علشان برضو ما بقاش قفلتها خالص لانه هو في الاخر معظم الحضانات بتبقى احيانا مفتحة في شقق بس هو في حاجة اهم من كل ده المدرسين والمشرفين يكونوا عندهم يعني من الخبرة لانه يبقى فيه يعني لو احنا عملنا ايه وفيه بني ادم مفروض ان هو اسمه المعلم المعشر البشري ده اساسي وبالتالي كان من ضمن البروتوكول ان المعلمات اللي موجودين في الحضانات ان التربية والتعليم كان مبدئيا بتوفر لهم معلمة ما هي ده بقى المشكلة اللي حصلت بنا نوفر لهم معلمة من التربية والتعليم متخصصة خريجة ريال اطفال وهم عندهم بيبقوا جايبين ناس فقلنا الناس اللي عندهم دول مش هنقول لهم ايه مشوا مش هنرميهم بناخدهم ندربهم ندربوهم بقى مع المعلمات بتوعنا في البرامج التدريبية بتاعتنا بحيث ان ويبقى التوجيه اللي هو بتاع وزارة التربية والتعليم هو اللي بيروح يشرف عليهم فنيا عشان نضمن ان الطفل فعلا طالع الدنيا فبقدر الامكان عايز اقول لك فيه افكار كتير قوي اننا عايزين نزود العدد طبعا لانو التعليم كمان يعني ناس على عكس انا فتظن انو التعليم كل ما نزلت بسن الولد كل ما كان اصعب بما طلعت بسن الولد يعني التعليم الناس دايما بيقول لك في الصغر التأسيس يعني كل ما كان التعليم في الصغر طبعا بصة هقول لك حاجة اي حاجة كده انت بترميلها اساس زي عمارة انت حتطلها اساس سليم هتلاقيها لانو يتحمل 11 دور غير لما حد حطت اساس لست ادوار وزود ادوار مخالفة فيها تقع ايه نفس الفكرة طب ايه بقى موضوع المعلمة الفاضلة الفعالة المسابقة دي دي مسابقات دا كت حاجة كده زي بروتوكول موقع ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدخلية كلام ده كان سنة حاجة وتسعين تقريبا ستة وتسعين ده تقريبا بيتعمل ايه كل سنة بيتقال زي اسم حاجة معينة لاسم المسابقة يعني مثلا هي الاساس كان بتاعتها المدينة المرورية عد السن يمكن الحقيقة بقى ان كم سنة دخلنا عليها حاجة مفاهيم المواطنة الانتماء بتبقى عبارة عن ايه المفروض ان فيه جزء يعني هو التكريم بيبقى على تلات السنجي كان على تلات مكونات او تلات اهداف يعني لا تلات اهداف حاجة منهم كان بحث المعلمة بتقدم بحث في الموضوع ده طبعا البحث مش مجاق يعني بحث وبيبقى بحث ليه وسائل وبتبقى مطبقة شغله على الاطفار وفيه ورقة عمل وفيه وسائل تعالمية وانا عايز اقول لحضرتك ان يمكن كان لسه قريب يعني من ايام كان التكريم اللي على مستوى الجمهورية كانت تصفيات كانت في محافظة بورسعيد الحقيقة الانتاج بتاع البنات عملوا بيه معرض يعني احنا كان التقييم يمكن يوم وجمعة للحد الساعة 11 ونص بالليل كانوا بتكرموا وبياخدوا شهاداتهم يوم السبت للحد الساعة 10 ونص بالليل يعني كنا هناك انا بجد حقيقي يعني انا يعني انا لما دخلت انبهرت بان هم تحملوا عناء ان هم مشقف ان هم يشيل الوسائل دي عملوا بيها معرض كان من غير عادي فيه ناس جاية من لقصور ناس جاية من الوادي الجديد يعني انا عايز اقول لك ان المدن لداخل مصر يمين وشمال يعني كل المحافظات ممثلة عملوا معرض من شغلهم حقيقة شغلقا رائع كان فيه تكريم للأبحاث وكان فيه تكريم للوراق العمل وكان فيه تكريم للوسائل واساسا احنا المعارض بتاعة الاتفال حالك عارفة ان بيبقى كل المدارس فيها حاجة اسمها كده حفل خدام الأنشطة يعني دايما احنا بنوصي يعني انا بقالي سنين دايما اقول لهم انا مش عايزة المعلمة تقعد مخصوص اخر السنة ان هي قاعدة بتعمل وسائل علشان خاطر تعمل بيها معرض عشان ناس تروح تتفارج ما يلزمناش انا يهمني ان انت الوسيلة اللي شغالة بيها ان شغالة بيها طول السنة مع الطفل اخر السنة انا عايزة المعرض هو انتاج الاطفال لان الطفل هو الحركة قولته من شوية التطبيق بتاعه هو اخذ مفهوم ابتدى يتطبق اشتغل بالسلصال عمل رسومات لي بالضبط هو دا بقى هو دا بقى المعرض النهائي للطفل بالضبط والوسيلة لو محطوطة هي دي الوسيلة اللي المعلمة قدمت بيها حتى لو قدمهم قطعا عندي احسن ما تبقى مكلفها فلوس مرهاش لازم ترمد في الارض وقت انت ختيه من وقت الطفل اللي انت انا احسن لي تعدي تشتغلي معا وفيه تحفيز للاطفال بقى بس طبعا ما فيش حاجة اسمها نجاح ومفهود اصلا في المرحلة الابتدائية برده الاولى وتانية وتالتة اعتقد لمقترح يعني اولى اساسا ما فيهاش وبينقل ويمكن حتى كان فيه قرار اسم 313 ده خاص بحاجة اسمها التقويم الشامل اللي كان السنة اللي فاتت وحصل عليه ضجة وتم اختزاله في النوع العملية نعم لا خداي كمين انا عايز هستقلك سؤال بس انه بناء على النقطة دي اه ان الموضوع مجرد انه هو طب ده هيمتحنه مرتين ولا تلاتة الموضوع مش ده اساسي خالص لا يعني الاساس بتاعه انه هلزم ان المعلم في مراحل السنين تعليم الاساسي اللي ابتدائي والاعدادي انه هيشتغل عن طريق الانشطة موضوع مش مجرد مادة علمية جامدة ان التقييم بتاعه هيكون تراكمي يعني ان حتى الاتنين صف التاني اللي ابتدائي مكانش حيبق فيه متحان يعني بساط جدا فيه بعض الناس ما بتقديش اولادها كي جي بخطناعا انه الاولاد الناس صغيرين اوه انهم ما يتعرفوا او ما فيش ثقة في المعلمة خيانا اقول بشكل نعم تعملهم حاجة تخبطهم بحاجة تديهم حاجة ده جزء من التفكير جزء انه خايف زياد على ايه وجزء تاني يوده يعني الحلقة دي ونخرص بالواد واحنا في الشغل الصبح واحنا والله يعني فهم فيه ده وفيه ده فيه ده ايه التغيير المفاهيم في النقطة دي ازاي بس انا هقول حدريك حاجة من ضمن البرامج اللي شغالين عليها في الخطة الاستراتيجية انه يتعامل توعية الاولية الامور بالفعل فيه بعض المناطق عندها ده وبالذات المناطق العشوائيات والمناطق الفقيرة هو حجم الاتنينية فعلا مش فاضي يقولك اهو مكان انا هايزة اقول حدريك انه وقت البروتوكول اللي اتعامل انه فيه بعض الكرة والنجوع في بعض المحافظات يعني انا زورت ده مثلا كانت حاجة في بنسويف احدى الجامعات اللي هو كان تابع التضامن الاجتماعي احدى الجامعيات بيوفروا واجبل الاطفال يوميا للفطار بيجيبوا لهم الزي بتاعهم بيدوا حاجات او للأهالي لانه هو المصال الاجتماعي عشان يضمن انه جايب ابن يعني حالك متخيلة للأسف للأسف وقتنا انتهى لكن ان شاء الله على بعد بلقاء آخر نشكر حضراتكم على الحلقة النهاردة وبكرة هنشوفكم في حلقة جديدة واللي عايز يبعث اي استفسار يبعث لنا زي ما متعودين على صفحة صباح ونشوفكم بكرة ان شاء الله شكرا